الكويت في قلب مصر ومصر في قلب الكويت هي ليست بمقولة يرددها الآخرون ولكنها عقيدة راسقة تؤكد عمق العلاقات في ذل الزيارات المتبادلة خاصة تلك الزيارة المرتقبة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك الصباح إلى مصر ما يعكس صورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين بنرحب باسمو رئيس الوزراء الكويتي المصر الكويت بتمثل دولة شقيقة علاقاتنا بيها منذ تأسيسها لم تتغير لم يشبها المصالح السياسية بشكل واضح العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت علاقات ضربة في جزور التاريخ نحن طبعا مستفشرين خيرا لأنها أول زيارة وكمان هي زيارة عمل لتنفيذ ما تم التوقيع عليه من التفاقيات في حضور سعادة رئيس السيسي إلى الكويت من المتوقع خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الهمة وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك المناخ مناسب لعقد المزيد من الصفقات خاصة أن مصر تحتاج إلى أشقاءها العرب في أن يكون هناك دعم الاقتصاد المصري وأيضا الأشقاء يحتاجون إلى تنمية استثمارتهم باستثمارها وأعتقد أن مصر ترحب بهم من خلال القوانين الآن الموجودة وحافظ الاستثمار وضمانات الاستثمار قانون دعم الاستثمار الذي صدر به قرار بالفعل من مجلس الشعب ونشر في الجريدة الأسمية الذي يضمن حقية المستثمر فيه كافة حقوقه وعجباته تمثل زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة كبيرة وجدة لإتاحة الحوار المتبادل بين المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وأصحاب الأعمال وقيادات الشركات